ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بين 200 و700 يورو اذا بمجرد عبور شاحنة من المغرب الحدود الاسبانية مع اكثر من 200 لطر من الديازل في الخزان يتم تغرمها حتى 700 يورو وهو اجراء حرك المهنيين للاحتجاج على اعتبار ان هامش الربح تقلص بشكل كبير وحصل من بارغويفا على وثيقتنا رسمية لادارة ميناء طنجة المتوسطة اكبر بوابة بحرية للمملكة تعلن من خلالها بانه بداية من الـ 26 اكتوبر ستمنع كافة الشاحنات التجارية الاسبانية من دخول التراب الوطني بالستناء الشركات التي تتعامل بشكل مباشر مع شريك مغربي باتفاقيات مشتركة وحسب ذات الوثقة الرسمية لميناء طنجة المتوسط فان الشركات الاسبانية التي كانت تتكفل شاحناتها بنقل وإيصال البضائع لغاية المدن الداخلية لن يكون بمقدورهم بداية من الـ 26 اكتوبر مواصلة مصارهم من ميناء طنجة المتوسطة وسيتعين عليهم إفراغ حمولتهم بالميناء والعودة فورا إلى اسبانيا لتتكفل شركات مغربية وشاحنات مغربية بنقل البضائع إلى نقطة الاستلام ردا على المعاملة بالمثل من طرف السلطات الإسبانية تجاه شركات نقل البضائع المغربية التي تفاجأت منذ أسابع بقرار أحادي من طرف السلطات الإسبانية نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية